يصوت اليوم مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتعزيز المساعدات إلى غزة وكان مجلس الأمن قد أرجى التصويت على مشروع قرار جاء بعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتم تأجيل التصويت عدة أيام على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتمتع بحق النقد الفيتو تمكنت من إجراء التعديلات التي طلبتها وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح